أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيد روسى الزبيدي دعم ومساندة المجلس الرئاسية لأن نائب العام ومجلس القضاء الأعلى واستعداده لتذليل أي صعوبات تعترص سير عملهما بما يمكنهما من أداء مهامهما بكل حيادية واستقلالية واستمع اللواء الزبيدي خلال لقائه النائب العام القاضي قاهر مصطفى استمع إلى شرح نواف عن سير عمل النيابات بمختلف اختصاصاتها وأبرد الصعوبات التي تواجه عمل النيابات والسلك القضائي والآليات والسبل الممكن لحلها مطلعا على الجهود التي تبذل لعادة ترتيب سلك القضاء وشددا على ضرورة رفضه بالكوادد والكفاءة العالية والنزيهة والمؤهلة بما يضمن معاقبة وردع المجرمين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها من جانب أعرب القاضي قاهر مصطفى عن شكره لأن نائب الزبيدي على الاهتمام الذي يوليه لسلك القضائي وحرصه على تذليل أي صعوبات تواجه سير عمله